وفيها من ما قبل المباراة من التحية الواصلة من اللاعبين القطريين واللاعبين البحرانيين شاهدنا عناق بين لعبي المنتخبين لكن المباراة في حد ذاتها الآن تأتي في مرحلة حاسمة جدا من التصفيات المواهلة إلى بلاد هذا الرجل إلى البرازيل البرازيل يبغي شد الرحال للبرازيل هكذا يعمل القطريين مع سباسياء لازاروني الرجل الذي قاد البرازيل في مونديال إيطالي عام تسعين ولكنه يتمنى أن يقود منتخب قطر اليوم المجموعة الخامسة والمجموعة الخامسة فيها المباراة الخامسة والمباراة الخامسة في المجموعة الخامسة هي مباراة خليجية عربية مئة بالمئة العنابي يستضيف المنتخب بحقيقة البحريني في مباراة مهمة ومهمة للغاية وبالتالي مباراة اليوم تأتي لأن تضع ربما نقاطا فوق الحروف فيما يتعلق بهوية الفريق الآخر الذي سيرافض إيران طبعا إيران قبل هذه المباراة وصلت وبلغت النقطة رقم 11 عندما فازت في أندونيسيا في جكرت عن المنتخب الأندونيسي أربعة واحد عندنا طاقم تحكيم ياباني بقيادة يوشي نيشي مورا الحكم القادم من توكيو بتسعة وثلاثين سنة يدير مباراة اليوم وطاقم التحكيم كلها بالمناسبة من اليابان والصافر اليابانية تعلم بداية المباراة في ملعب داسم بن حمد الملعب الذي شهد أفراحا وأفراح للكرة القطرية ومباراة اليوم على قدر كبير من الأهمية بداية في اللحظات الأولى خطيرة للمنتخب القطري الفرصة الأولى بعد خطأ في إبعاد الكرة من جانب لعبي المنتخب البحريني اليوم المنتخب البحريني الفريق والمنتخب الطيف يبنى بسيد محمد جعفر عندنا صالح عبد الحميد محمد حسين وحسين بابا ونوم سعد في مباراة اليوم محمد راكا كذلك عبد الله عمر وعلي عبد الوهاب وفوز عايش في خط الوسط وعندنا محمد الطيب اللعب الذي سجل في مرمى إيران هدف المباراة الأول قبل أن يتعادل المنتخب الإيراني في الوقت بدل الضايع وكالعادة إسماعيل عبدالقيف النجم الكبير في خط الهجوم المنتخب البحريني الضيف اليوم في الملاعب في دولة قطر وضيف كذلك في ملعب جاسم بن حمد ماذا عن الفريق الذي هو الآن ثانيا بثمان نقاط المنتخب القطري يبدأ اليوم بقاسم برهان في المرمى محمد إسماعيل أبلال محمد ماركوني أميرال وأبراهيم الماجد في خط الدفاع عندنا محمد كسولة يونس علي أحسين علي عبدالعزيز السريقي في خط الوسط وخلفان إبراهيم خلفان وأمام هؤلاء جميعا مباشرة يأتي المهاجم محمد رزاق الذي افتتح الرباعية في هذا المرعب قبل أربعة أيام في لقاء المنتخب القطري أمام منتخب أندونيسيا وبالتالي لقطر ثمان نقاط من فوزين وتعادلين العنابي لم يعرف مطعم الخسارة حتى من قبل هذه المباراة ويقابل بطبيعة الحال المنتخب البحريني الذي عنده خسارة قاسية أمام إيران في طهران بستة أهداف مظيفة ويملك فوز على أندونيسيا ويملك تعادل حقيقة أو تعادلين مع إيران في الجولة الماضية وقبل ذلك مع العنابي في بداية المشوار بدون أهداف وبالتالي حتى خمس نقاط في ما قبل نمارات اليوم 11 نقطة لإيران 8 نقاط لقطر وخمس نقاط لمنتخب البحرين وبالتالي مباراة اليوم يعني ظروف ما قبل المباراة تعطي أهمية كبيرة جداً لهذه المباراة القطر لو فازت فهذا يعني بأن حظوظ البحرين انتهت رسمياً لأن ذلك كفيل بأن يكون الفارق إلى 6 نقاط ما بين قطر والبحرين وبالتالي يعني تبقى جولة واحدة لا تستطيع حتى لو فازت حقيقة البحرين على أندونيسيا في المنامة أن تصل إلى رصيد القطر وبالتالي مباراة كما يعلم الكل حاسمة على كافة المستويات في ضرب حرة مباشرة موجودة وفي حضور جمهيري منتاز في إستاذ جاسم بن حمد مساء اليوم عند تقديق الثالثة تأتي ضرب الحرة المباشرة الأولى للمنتخب البحريني بالألوان البيضاء مساء اليوم منتخب مملكة البحرين وحالة من الترقب في الشارعين القطري والبحريني كل يتابع ويناظر وكل يدعو لمتخب بلاده في مباراة اليوم كرة من عوبة من حمد راكع ولكن تبعد في الكرة الماضية من المهاجم المتراجع محمد رزاك بداية حماسية جداً لمباراة خليجية 100% في تصفيات كاس العالم حلم الكبير يداعب النولتين الصغيرتين في المساحة ولكن كبيرتين قطر والبحرين بطمحات واعة طمحات كبيرة خلفان إبراهيم خلفان حاول المرور وقطر كذلك تنتظر من الصغير الكبير خلفان إبراهيم خلفان الكثير في مباراة اليوم وبالتالي مباراة بمثابة الديربي هذا مدارب المنتخب الحقيقي البحريني سيد بيتر تايلر وهذا اللي أكبر منه بثلاث سنوات سيد سباسياو لازروني يعني واحد ستين سنة نحن في الخليج نقول يعني اللي أكبر منك يوم اللي أكبر منك بيوم أعلم منك بسنة فما بالك إذا كان أكبر منك بثلاث سنوات طبعاً أكبر لازروني لكن في كرة القدم يعني مال هذا الخليطات أكبر الأصغر نحن نشوف مدربين صغار في العمر يفوزون على سير عينك فرقسون اللي عمره سبعين سنة ومباراة اليوم حقيقة فيه حضور ممتاز على مستوى ضيوف دولة قطر مستوى ضيوف أيضاً حقيقة اسباير في الأيام الماضية لدينا روسيل حقيقة رئيس نادي برشلوني حاضر في مباراة اليوم مدرب أبطال العالم 2006 مدرب المنتخب الإيطالي المتوج في ألمانيا 2006 مارتشيلو ليبي حاضر ومدرب المنتخب القطري سابقاً ومدرب الغرافة حالياً أيضاً البرونو ميتسو الفرنسي حاضراً وكما ذكرت مباراة خليجية في تصفيات كاس العالم وأنا محاولة موجودة للمنتخب القطري بداية مثيرة جداً للمباراة والوضع اللي يشوف الآن على الهواء مباشرة عبر الجزيرة الهندية هو الوضع الطبيعي المعتاد في لقاءات الهيربيين من دربيات الخليل أين قطر والبحرين الدولتين المتجاورتين الشقيقتين وحاولة موجودة للمنتخب القطري في الكرة الماضية عن طريقة اللاعب المتقدم عبدالعزيز السريطي وبالمناسبة مدرب المنتخب القطري البرازيل السيد اللازروني عند التبديلين عن مباراة الفوز على أندونيسي بأربعة أهداف نظيفة يعني المباراة اليوم يبدأ كسولة مثلاً وعلى حساب اللاعب محمد عمر ويبدأ كذلك إبراهيم الماجد اللي ما شارك في المباراة الماضية وإبراهيم الماجد يلعب مباراة اليوم على حساب اللاعب أيضاً حقيقة مشعل مبارك معنا ذلك فإن لا زال يحتفظ بيات تشكيلة التي تبدو منطقية وتبدو كذلك حاضرة في مباراة اليوم من أجل ربما نقاط ثلاث إذا فعل ذلك فبالتالي الدور الحاسم سيشهد حضوراً قطرياً ولا زال المنتخب البحريني يرمي بكل أوراقه في مباراة اليوم من أجل أن يكون هو الفريق الذي يجدد الأمال لأن فوز البحريني اليوم يعني ثمان نقاط يعادل قطر ينتظر أو تنتظر مباراة سهلة في المتناول أمام المنتخب الأضعف في هذه المجموعة أمام أدوليسيا بينما تنتظر قطر مباراة صعبة للغاية في طهران أمام المنتخب الإيراني الذي كما ذكرت اليوم فاز على أندوليسيا في جاكرتا بأربعة أداف لهدف واحد ولذلك المعطيات القديمة المعطيات الحديثة المعطيات الحالية في ما قبل مباراة اليوم تعطي الانطباع الأكيد بأن مباراة بحجم لقاءات في قطر والبحرين ستكون مثيرة ومثيرة للغاية ومعور للأمام وفي صافرة وفي خطاء شباية العبد النطيف في الكرة الماضية في خطاء الإبراهيم اللي لم أجد بداية جد مثيرة وطالما عندك فرصة في مباراة اليوم حقيقة فعليك أن تعلم وعليك أن تستغلها يعني هكذا شعار الفريقين هذا بيتر تايلر المدرب الإنجليزي الرجل الذي أعاد الأنضباط حقيقة يعني مشاهد منتخب البحرين منضبط باستثناء مباراة الطهران المباراة الخسارة بسداسية نظيفة لكن معنا ذلك في انضباط تكتيكي بينما لدينا الرجل الذي جاء بالفعل وجيد أيضا لمباراة اليوم الأشك أو للمنتخب القطري أعطت منتخب قطر شكلا مختلفا عما كان عليه الحال مع الرجل الذي يناظر الآن المباراة في المدرجة برونوميتسو بربحرة مباشرة منتخب البحرين والكرات الثابتة في كرة القدم سلاح مهم جدا استغلال مثالي ربما ولدينا حكم المباراة الياباني نيتي مورا يستدعي الآن محمد الطيب اللعب الذي سجل اللاحظ هنا ما بين بلال محمد القائد العنابي لمتخب قطر حضور أيضا حقيقة الشيخ سعود بن عبد الرحمن الثاني نائب رئيس اللجنة المنبية القطرية خطيرة موجودة في الكرة الماضية من فوز عائش وبالتالي أيضا عند حارس المرمى المتعلقة حقيقة لا خوف على حراسة مرمى والكرة القطرية يعني لدينا مقاس مرهان يمتنم مستويات مميزة مع المنتخب القطري لدينا الحارس الغير موجود مع المنتخب قطر في هذه التصفيات وهو محمد صجر الذي كان صاحب الفضل الأول ربما في ركلات الترجيح عندما تصدى إلى ثلاث ركلات ترجيحية وبالتالي لا خوف بالفعل على مرمى المنتخب القطري سواء مع قاسم مرهان أو مع العذن البقية الحاضرين في هذه هذه التشكيلة كل منعوب الآن عند حسين بابا من اللعابين الذين حاولوا الوصول لكاس العالم في مونيال 2006 و2010 ولكن في المرتين المرتين اللي كانت فيها البحرين قريبة جدا من بلوغ النهائيات حقيقة استرمت في المحطة الأخيرة في اللحظات الأخيرة مع ترينيلاد وتوباكو أولا 2006 وبعد ذلك مع نيوزلندا في البطولة الماضية 2010 رمي تماس البحرين تقدم مباراة جيدة وعندنا 10 دقائق تقريبا على بداية المباراة في أشوط الأول الرغبة المحرينية الواضحة تقابل باحترام واضح من جانب المنتخب القطري لا يوجد تسرع من جانب المنتخب القطري فيها تقدم للأمام وأنا محمد كسولة يلعبها مباراة اليوم وكان محمد عمر وأبراهيم الماجد اللي عندها الكرة الآن يبدأ مباراة اليوم وكان مش على مبارك معنا ذلك فإن سباستيا ولزرون يحتفظ بالتشكيلة التي حققت الفوز على أندونيسيا بربعية نظيفة وبالتالي حاكذا الأحرال بينما طبعا التعديلات وتغييرات وتبدلات فيما تعلق بتشكيلة المنتخب البحريني عن تلك التي خاضت مباراة المنام أمام إيران وتعادل بهدف لهدف لكن البحريني الآن يعني ربما لازال الندم كبير جدا في البحرين على ضياع النقاط الثلاث اللي كانت في المتناول أمام المنتخب الإيراني الفوز حتى النقيقة الثالثة وتسعين وبعد ذلك كان الهدف الذي سجل في مرمى المنتخب البحريني وفي مرمى سيد محمد جعفر النقاط الثلاث كانت الآن عند حقيقة النقطة رقم سبعة وبالتالي كل شيء وارد في هذه الكرة هنا محاولة موجودة الآن لإبراهيم الماجد المتوج مع السيد بطلا للأمنيات الأسيوية والمشارك مع السيد في بطولة أمنيات العالم القادمة في اليابان والمرور الآن للأمام من جانب يونس علي لكن كرة تتبع وتعود الآن أو حسين علي عفو حسين علي يونس علي اليوم موجود في قائمة البدلاء هذا حسين علي لعب الجيش القطري والأجواء جميلة بالمناسبة اليوم هذا هو السيد اللازراني يدرب في حقيقة درب منتخب المرازيل ودرب منتخب جامايكا والآن يتولى ثالث محطة تدريبية بالنسبة لك مدرب للمنتخب يعني لمنتخب بعد أن نرب المرازيل تسعين ودرب جامايكا آلان يدرب المنتخب القطري 2011 ولديه طموح وهو البرازيلي بأن يذهب مع العنابي للمرات الأولى إلى كاس العالم وأن يذهب إلى بلاده البرازيل مع المنتخب القطري وحاول موجودا من خلفان إبراهيم خلفان حماس كبير في أرضية الملعب من جانب المنتخبين معا والتعادل في مباراة اليوم يبقي فارق النقاط الثلاث كما هو وهذا ما لا يتمنى البحرين في مباراة اليوم يعني بينما القطري يعلم كذلك أن مباراة الأخيرة السادسة والأخيرة في هذه المجموعة صعبة وصعبة للغاية ولذلك الحسابات فيما قبل مباراة اليوم حسابات تبدو لا شك أنها حقيقة منطقية جدا للفريقين وبالتالي العمل الكبير الآن حقيقة موجود في مباراة اليوم من جانب المتخبين البحريني والقطري وحاول إبراهيم الماجد أن تكون بطلا لآسيا وأن تذهب إلى بطولة أندية العالم بعد ذلك ياتي الإغراء الكبير أن تذهب إلى كاسر عالم لما لا هكذا يقول القطري وهكذا يقول البحريني لكن يعلم الكل أن البطولة وأن التصفيات لازالت طويلة وشاقة على جميع المتخبات نحن لازلنا في المرحلة الثالثة بعد ذلك يأتي الدور الحاسم والدور الحاسم يأتيه الكبار الفرن الكبير خلاص أحيان في المصريات بالإمكان يعني نشاهد أندوليسيا تخسر كل مبارياتها ونشاهد بعض المتخبات تخسر كل مبارياتها لكن عندما يأتي الدور الحاسم وتتقابل الفرق الكبير حقيقة بعد ذلك تكون لدينا مباريات من الوزن الثقيل هذا محمد الطيب اللي حاول ديربي خليجي بنكهة تصفيات كاس العالم يعني بعد أن شاهدنا مباريات كثيرة في دورات الخليج ما بين المتخبين ومباريات اليوم بالمناسبة تحت الأرض الخلاثين في سلسل أكليقات المتخبين القطري والمحرين أفضلية للمحرين بسحالات خوز للمحرين سبع حالات خوز لمنتخبية قطر 13 تعادل كرة من عوبنا وللعمام موجودة ولكن تبعد من جانب لعب المنتخب القطري أحسين علي لعب الجيش القطري كرة من عوبنا تبعد من جانب كسولة عودة أيضا عبد العزيز السليطي في الكرة الماضية لكن المنتخب البحريني يملك كرة بشكل جيد في بداية المباراة حسين بابا عالي الآن وبالرأس موجودة وكرة خطيرة ولكن ها إلى خارج الملعب في الكرة الماضية بيتر تايلور هو الأكثر تفاعلا مع المباراة حتى الآن يتقدم ويركم ويجري ويصرخ على لعبي المنتخب البحريري بينما لا زال هادئا والآن تحرك مكانه السيد لازلوني لأن يعطي تعليمات كذلك لعبي المنتخب القطري وهذا اسماعيل عبداللطيف اللاعب البحريري الخطير وهذا محمد طيب اللاعب كذلك الخطير الذي كما ذكرت سجلة في المباراة الماضية في المنامة أمام المنتخب إيران هدف المباراة الأول وكان البحريري يعتقدون أنه هدف النقاط الثلاث الثمينة في تلك المباراة لكن هذا ما حدث لأن إيران سجلت في الوقت المحتز بدل الطاية لازلوني خبرة كبيرة لهذا الرجل جلها مع الأنية ولكنه الآن مدربا حقية وهو عاشر برازيلي بالمناسبة يدرب المنتخب القطلي لكرة القدم وأشهر المرازيليين الذين تدربوا أو دربوا المنتخب القطلي لازال إيفرستو وعلى ذكر إيفرستو وعلى ذكر أيضا رئيس برشلونة عندنا اليوم حاضر في المدرجات فإن إيفرستو بالمناسبة رابع أفضل هداف تصور ذلك في تاريخ نادي برشلونة في البطولات الأوروبية بعد ميسي وبعد كذلك ريفالدو وبعد لويس أنريكي الرجل الحاضر الآن مدربا في نادي روما الإيطال يأتي إيفرستو ماسيدو الرجل الذي عاش أياما جميلة في الليقة مع برشلونة ومع ريال مدريد لعبا للفريقين الكبيرين وبعد ذلك عاش أعواما جميلة هنا في قطر مدربا للعنابي والكبتن الكبير القدير الحاضر الآن في استوديو تزيرة الرياضية حقيقة إبراهيم خلفان يعلم كل الحلم من هو إيفرستو وما الذي قدمه إيفرستو كذلك لكرة القدم القطرية مباراة اليوم الحاضر الآن الجمهور الحاضر واللي مالي ملعب جاسب من حمد تماما يتفاعل كذلك نستمع إلى الأهازيج والأغاني المعتادة القادمة من المدرجات لأن تحاول هذه الأهازيج أن تلهب الحماس عند لعبي الفريقين إبراهيم الماجد يتقدم الآن وحاول موجودة للمنتخب القطري محمد كسولة يرسل كرة منعوبة بإتجاه عبدالعزيز الصليطي ولكن الكرة طالت وتحاولت هذا إسماعيل عبدالنطيف المواجهة للمثلاثين لمن تكون هل تكون العاشرة للبحرين أم تكون الثامنة لدولة قطر أم يكون التعادل الرابع عشر الذي يحدث بين البلدين وعلى مستوى الأهداف بالمناسبة لقطر 27 هدف في مرمى المنتخب البحريني وللبحرين 28 هدف في مرمى المنتخب القطري وبالتالي تكافو كبير جدا في دربي من دربيات كرة القدم الخليجية وحاولة موجودة من إبراهيم الماجد خلفان تقدم بشكل ممتاز ويتقدم الآن لأمام الكرة نزالت خطيرة ولكن تبعد وترسل إلى وسط الملعب مرات أخرى يعني شاهدنا أفضلية البحرين في جزء من أجزاء المباراة الآن نشاهد أفضلية للعناب القطري في هذا الجزء من أجزاء يا سلام منقولة جميلة ومنعوبة سليمة والكرة لازالت خطيرة الآن في الكرة الماضية شايف ملعوب الآن الأمام ملعب مليان عن آخرة إلا في بعض الأماكن وهي الأماكن المخصصة طبعا للحضور البحريني في مباراة اليوم لكن تشعر بالفعل بأنك في الأجواء الخليجية المعتادة ودورة الخليج القادمة الكل يعلم بأنها ستكون بحول الله تعالى في مملكة البحرين وبالتالي تعود المباريات وتعود الأجواء الخليجية مرات أخرى لكن مبارات اليوم بالأجواء الخليجية ونحاول موجودة كرة منعوبة الأمام تعود لصالح المنتخب القطري الذي يتحكم الآن بالكرة وينقل الكرة من إجانب إبراهيم الماجد للأمام حاول موجودة بالفعل ومنقولة لأمام ولكنها طالت من حامل إسماعيل الذي كان حاضرا وتدخل فوز عايش من المكان يرغب في نبي في نبي نبي النقرات ولكن الآن ومن نبعات الحال نبي نبي استمرت حجماته ولو أنه أيضا لا زال أخذ باسم نادي نبي ونحط الإنجليزي الذي واجه المرازيلي في قراتلهم وضرب الحرب المباشرة موجودة وعندنا ركبية للبحث قبل ذلك ولدينا ضرب ركبية الآن عن طريق اللاعب الذي يقلب حضوره المنتاز مع العنام القطري عبد العزيز السيد نحط النادي العربي القطري ونعم المنتخب القطري ونحط الحقيقي ما يحسب بيسي اللازروني أنه عادل من ضباط المنتخب القطري هذا ما عادل لازروني يعني قطر ربما ليست ممتعة بشكل كبير على مستوى على مستوى الأداء لكن قطر مقنعة جدا على مستوى نتائج وعلى مستوى وكذلك الأداء وفي كرة القدم يعني لا يكفي أن تكون ممتعا إذا لم تكن مقنعا لكن أن تكون مقنعا حتى لو ما كنت ممتعا فبالتالي أنت تحقق الشيء المنطوم في كرة القدم لأن الجمهور التاريخ الإعلام يعني ما رح يشفع لكنك والله كنت ممتع في كرة القدم لا تكفي المتعة إذا لم تأتي معها أيضا الإقناع وبالتالي هذا الرجل بالفعل لعادة للنضباط لمنتخبي نولة قطر وقطر حتى الآن من الدول التي لم تخزر في تصفيات كاس العالم عندنا محاولة موجودة من خلفان إبراهيم خلفان محمد كسولة لصالح ماركوني أميرال اللعب أيضا الذي يعني يدين بالفضل للازروني لأن لازروني معادة اكتشاف هذا اللعب بشكل ممتاز حقيقة يلعب في نادي الجيش الآن بدأ في الشمال وبعد ذلك إلى الغرافة ولكنه الآن يلعب في نادي الجيش الفريق أيضا الذي جاء مرة أخرى من الدرجة الثانية ويقدم عروضا كبيرة في دور نجوم قطر وخطيرة موجودة اللعبة الماضية للأمام ولكن أتنهب إلى خارج قلقية منهم هم في الدوحة في الدوحة تقابلوا تسع مرات سابقة تسع مرات سابقة هذه عاشر مرة يتقابلون في الدوحة في اللقاءاتهم بالدوحة أربع مرات فازت قطر ثلاث مرات تعادلوا ومرتين فاز المنتخب البحريني عندما يزوغ طبعا أول مباراة بالدوحة كانت في كاس الخليج هنا عام ستة وسبعين وفاز المنتخب القطري بثلاثية نظيفة والفضل في ذلك يعود إلى الثعلب القطري الكبير منصور مفتاح لكن آخر للقاء جمعهم بالدوحة كان في 2010 تعادلوا واحد واحد في مباراة ودية كانت طبعا حاضرة في تلك المباراة وهذه المرة العاشرة التي يتقابل فيها منتخبي قطر والبحرين في العاصمة القطرية الدوحة محمد كسولة اليوم شاهدنا نتائج حقيقة مثيرة جدا للعرب والمنتخب اللبناني يهزم كوريا جنوبية رابع كاس العالم 2022 والفريق الحاضر باستمرار في بطولات كاس العالم بهدفين لهدف واحد يا لها من فرح مساء اليوم في بيروت وفي كل مكان في لبنان الشقيق ولازالت حقيقة شوط ثاني من لقاء منتخبي الكويت والإمارات مستمر كذلك ولازالت حقيقة ولدينا الآن أيضا مباراة تقام في الرياض بين منتخبي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وبالتالي الأجواء لدينا مباراة كبيرة كذلك في عمان في الأردن بين هذا عبد العزيز السريقي طبعا الأردن المنتخب المتميز المتألق مع العراقي عدنر حمد يستضيف اليوم المنتخب العراقي في مباراة تحديد الفريقان طبعا الأردن رسميا إلى الدور الحاسم لكن نأمل أن تكون العراق هي المرافقة وليس الصين الصين التي فازت على سنغافورة في سنغافورة بربعية نظيفة عندنا محاولة موجودة شوط أول من المباراة جيد جيد لكن ننتظر ما هو أفضل ننتظر ما هو أفضل حسابات التكنيكية واضحة من جانب الإنجليزي بيتر تايلور ومن جانب البرازيليا سيد سباسياو لازراني الكرة منعوبة الأجواء حلوة بالفعل يعني الأجواء المناخ نتحدث عن ولت أيام الرطوبة وولت أيام الحرارة وأصبح الجو الآن في غاية الروعة وأصبح لعب كرة القدم المنتخب الكويت يتقدم بهدفين مطابل هدف في الكويت على الإمارات وبالتالي الكويت التي كانت خاسرة فيها شوط الأول بهدف لإسماعيل المطار الآن هي في الوضعية المثالية ولازالت المنافسة محتدمة في مجموعة كوريا ولبنان والكويت هنا محاولة موجودة الآن كرة منعوبة للأمام خطيرة موجودة لخلفان إبراهيم خلفان في ضرب روكنية في ضرب روكنية ضرب روكنية 23 سنة لعب لمن كان والدة إبراهيم خلفان يلعب في مونيال كاس العالم الشباب في أستراليا 81 كان عمر خلفان إبراهيم خلفان سنة واحدة فقط وبالتالي يعني يسير على خطة الوالد فيها التألم شايفة لزروني ضرب روكنية موجودة لمنتخب قطر كرة عالي منعوبة وخطيرة وتبعد من سيد محمد جعفر لازالت حاضرة في وسط الملعب وهنا محاولة عن طريق خلفان إبراهيم خلفان لكن الكرة لعبدالله فتا يتقدم للأمام وصافرة والإنذار يخرج سريعا من يد الحكم الياباني السيد يوتي نيجي مورا الحكم القادم من دوكيو ولكنه عاشق للغولف يعني يجد الفرصة يلعب القولف حقيقة ويمارس لعبة القولف هذا الحكم الذي هو دولي منذ عام 2004 ولدينا الانذار على لعب المنتخب القطري الحاضر يونس علي لعب نبي الريان القطري طبعا ولدينا بالتالي هنا محاولة لا والله من ولد خلفان وليل ثمانية وثمانين وليل ثمانية وثمانين كاس العالم الشباب واحد وثمانين نعم لكن طبعا ما ولد يعني لكن أكيد أنه شاف الوالد في الأشرطة باللقطات النجاز التاريخي الثاني كاس العالم من الكرة خطيرة موجودة وفرصة موجودة للأمام ولكن تبعد إلى باربوركلي خطير المنتخب البحريني خطير المنتخب البحريني في كراته في وصوله باربوركلي هذا نيتيو مورا الحاكم الياباني وبالتالي مباراة اليوم نارا للبحرين مباراة البلي اوف أمام السعودية في تصفيات المنديان الماضي لما التعادل بدون أهداف في المنامة هو اللي كان حكم وأدار أيضا لقاء البحرين والعراق بهدفين نظيفين في تصفيات كاس العالم 2008 أيضا يعني أدار هاتين المباراتين للبحرين وقبلها أدار لقطر مباراة ثلاثة الأشياء بد هونغ كونغ في تصفيات كاس العمم الأسيوية 2007 في الدول الأسيوية الأربعة وبالتالي حكم ليس بغريب عن المتخبين وحكم ليس بغريب كذلك عن الحضور لدولة قطر كرة موجودة وخطيرة وفوز عايش الآن كرة خطيرة هي الأخطر في المباراة من داود سعد هي الأخطر في المباراة للمنتخب البحريني كاد أن يسجل كاد أن يسجل شوف المرور من فوز عايش وكان داود سعد أن يسعد كل البحرينيين فيها الكرة الماضية ولكن كرة بضيع هي الأخطر في المباراة 26 دقيقة بالتمام والكمال على بداية شوط المباراة الأول الأفضلية من حيث الفرص الخطيرة لمملكة البحرين والتعادل بدون أهداف نتيجة حادثة حتى الآن تعادلات بدون أهداف من يجي كثيرة نتكلم عن خمس مرات تعادل بدون أهداف أولها عام 86 في كاس الخليج من البحرين وآخرها 2008 في هذه التصفية تعادل بدون أهداف هذا حتى الآن سادس تعادل بدون أهداف في 30 مباراة تجمع القطر والبحرين عبر تاريخ لقاة البلدين محاولة من محمد رزاق سباسيان سوريا لازال أيضا في مقاعد البدلاء الحقيقة هي جرأة مدرب يعني طبعا لاعب في نادي القطر يعرف كل المعرفة اللازروني لكن لا مجال للمجاملات في كرة القدم عندما يتعلق الأمر بمنتخب وطن لا شك في ذلك يعني لازروني يعرف كل إمكانيات اللاعب الكبير اللاعب سوريا سباسيان سوريا لأنه مدرب في نادي القطر لكن الآن وفي تراجع في مستوى هذا اللاعب لذلك الآن الحقيقة الأمور بهذه الصورة لازروني يجلس سوريا في المقاعد البدلاء ومحمد رزاق اللاعب الذي يشارك للمباراة الثانية على التوالي وعندما شارك سوريا في المباراة الماضية كان قد سجل الهدف الرابع في لقاء القطر واندونيسي في هذا المنعب لكويت خلاص انتهت مباراة أمام الإمارات وفازت الأردن يتقدم بهدف على العراق وبالتالي في نفس توقيت هذه المباراة الأردن والعراق وقطر والبحرين والكويت أيضا لازالت في صراع مع منتخبي لبنان ومنتخبي كوريا الجنوبية والإمارات بعد خمس مباريات كاملة الأبيض الإماراتي لم يجمع ولا نقطة في طريق تصفيات كاس العالم وبالتالي خيبت أمل كبيرة جدا في الشارع الرياضي الإماراتي أن تخسر خمس مباريات متتالية وأن لا تجمع حتى الآن ولا نقطة بالتالي نصيد متواضع جدا لمنتخب كانت طموحات كبيرة جدا في الشارع الرياضي الإماراتي نعود إلى هذه المباراة التعادل بدون أهداف حتى لنحضر وفي أفضلية بالمناسبة لقطر عندما تقابل البحرين في هذا الشهر عبر التاريخ في نوفمبر يبتسم نوفمبر للمنتخب القطري حقيقي عند حالة شوز قطر بهدف نظيف في كاس الخليج هنا في الدوحة وكان ذلك في عام 92 العام الذي توجد فيه قطر بكاس الخليج للمرة الأولى الكل يعلم ذلك في نوفمبر كانت المباراة في 30 نوفمبر في هذا اليوم 15 نوفمبر تقابلت قطر والبحرين مرة واحدة وكانت الأمور عند التعادل واحد واحد في أبوظبي 94 في كاس الخليج وبالتالي هذه أيضا رابع مرة الآن يتقابلون في شهر نوفمبر عندنا محاولة خلفان إبراهيم خلفان القطري الأبرز حتى الآن في المباراة عمل كبير يقدم خلفان إبراهيم خلفان تصل الآن إلى حامل إسماعيل مباراة ممتازة على مستوى الحماس من جانب اللاعبين ولكن على مستوى الفرص نحن شاهدنا فرصة واحدة خطيرة جدا كانت لداود سعد اللاعب الذي تقدم بعده وحاول الممتازة لفوز عايش والكرة بعد ذلك ارتدت من القائم الأيسر وضاعت الفرصة الأبرز والأخطر في مباراة اليوم في الدربي دائما أقول في الدربيات لا تستطيع أن تتوقع من هو الفريق الأفضل ومن يستطيع الفوز الدربيات عند حساباته حساباته الفينية وحساباته المعنوية وحساباته كذلك على مستوى من يتوفق من يستطيع أن يكون الأكثر ثباتا في مثل هذه المباريات اللي فيها الأعصاب هنا محاولة موجودة تصل إلى كسولة اللعب الذي يستطيع أن يلعب كقلب دفاعه يوظف اليوم كذلك كلاعب خط وسط سواء مع السد أو مع المنتخب القطري الصليطي عبد العزيز شاهدنا أيضا لعب سابق في النادي العربي وفي منتخب قطر أيضا حقيقة عبد العزيز الصليطي أيضا من المنافعين المميزين الآن لدينا عبد العزيز الصليطي أيضا لعب المنتخب القطري وكذلك لعب النادي العربي هنا محاولة تصل الآن والكرة تعود إلى يونس علي يرسل كرة إلى القطر الأبرز في مباراة اليوم وفي تصفية هذه البطولة من جانب العنابي خلفان إبراهيم خلفان عند الكرة الآن يتقدم ويرسل كرة موجودة الآن ليونس علي مرة أخرى في وسط المنعب تصل مرة أخرى عن طريق حسين علي عندنا يونس علي وعندنا حسين علي وعندنا حقيقة عبد العزيز الصليطي وعندنا إبراهيم أو محمد كسولة هذا الرباعي في خط الوسط طبعا بجانب هؤلاء أيضا ربما يكون لعب خامس في خط الوسط خلفان إبراهيم خلفان ومحمد رزاق ليتركوا وحيدا كمهاجم صريح في مباراة اليوم في الجانب القطري مخطوعة من جانب يونس علي خلفان إبراهيم خلفان شوف كل الكرات لا بد أن يضع توقيع فيها خلفان إبراهيم خلفان إبراهيم الماجد خلفان إبراهيم خلفان لأمحمد كسولة وهذا الثلاثي كل من السد في معاعم فرحة وفي معنويات وطالما في فرح هنا في كرة القدم القطرية لأن السد أسعد قطر كل قطر وليس نادي السد وجماهيرة فقط وبالتالي المدرب المنتخب القطري الآن البرازيلي لازارون يريد الاستفادة القصوى من المعنويات المرتفعة من الفورمة العالية للعبين هذه السد وبالتالي مجموعة كبيرة من لعبين السد في مباراة اليوم تحضر مع المنتخب القطري هناك كرة موجودة هناك كرة على طريق عبدالله فتاي خط الوسط محمد راكع اللعب الجيد اللعب الذي بالفعل ولاحظ أنه جيل من بعد جيل في المنتخب هذا هو السيد غازاروني ولاحظ الحضور لأسباسيا سوريا ولورانس كذلك حضور وترقب وانتظار ومباراة صحيح أنها الخامسة وقبل الأخيرة في المجموعة الخامسة ولكنها حاسمة جدا وبالتالي محاولة عند إبراهيم خلفان خلفان إبراهيم خلفان عفواً للأمام يونس علي نقل الكرة لحامل إسماعيل في الجهة اليمنى المنتخب القطري يستحوذ في اللحظات الماضية يرسل كرة عالية تبعد من جانب محمد حسين مدافع المنتخب البحريني وتصل الآن إلى إسماعيل عبدالطيف والصافر الياباني تأتي من أيوتي نيجي مورا الحكم البالة كما ذكر تسعة وثلاثين سنة هذا الحكم من المناسبة ضرق ثلاث لعبين من الصين في مباراة عام 2005 ضد كوريا الجنوبية مباراة الواحد واحد ويومها الصينيين زعلانين جداً لأن عندما طرد اللاعبين الثلاثة في تلك المباراة حرم الصين كما يقول الإعلام الصيني من أول فوز للصين على كوريا الجنوبية كانوا يعملون في أن يسجلوا حالة الفوز الأولى على كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ سبع وعشرين سنة لكن جاءت ثلاث حرات طرد وقلصت كثيراً من هذه الطموحات حكم حقيقة حضرة في كاس أمم آسيا 2007 للمرة الأولى وعندنا مباراة مفتوح على كافة الاحتمالات في شوقها الأول وبطبيعة الحال يعني إذا كانت هناك من أمنيات للمنتخب الإيراني اللي عنده 11 نقطة بعد فوز اليوم الكبير والمنتظر حقيقة على أندونيسيا فإن إيران تتمنى التعادل في هذه المباراة يعني لحظ المجموعة في 11 نقطة لإيران وعندها زائد حقيقة 12 من الأهداف يعني رصيد كبير جداً هذا هو الرصيد رئيس نادي برشلونة والله رئيس برشلونة موجود رئيس برشلونة حاضر في مدرجات جاسم مرحمة هذا حافز للفريقين حافز للفريقين لكل لاعب من لاعبين المنتخبين القطري والبحريني أنا الآن يتابعوني رئيس نادي برشلونة ليش لا؟ واحد من اللاعبين يقدم اليوم عطاء خارق للعادة كما يقولون وبالتالي يشوف الرئيس يطلب الشريط المباراة يوديه لكوارديولا مثلاً وكوارديولا يقول إيه والله عندك حق أنت مو برئيس بس تنفع فوسنا أنت رئيس وعندك نظرة في فنية ممتازة ليش لا؟ ليش ما ياتي هذا اللاعب مثلاً؟ ليش لا؟ كرة موجودة الآن للأمام منعوبة ليأر أمام الكرة موجودة والكرة تبعد وبعد ذلك تحولت إلى خطى لصالح المنتخب البحريني طبعاً وسام رزق اليوم أيضاً يغيب عن تشكيلة المنتخب القطري بعد الإصابة في المباراة النهائية لدولة أبطال آسيا لكن ما يحسب للازاروني أنك مع لازاروني في المنتخب القطري لا تشعر بالغياباتها يعني ربما البعض كان يتحدث والله كارثة إذا ملعب سباستيا وسوريا سباستيا سوريا إذا ما شارك تكون في مشكلة كبيرة في خط هجوم منتخب قطر لكن عملياً في أرض الملعب من حيث الأرقام وكما يقبلون الأرقام لا تكذب ولا تتجمل ولكنها تطول الواقع والحقيقة فإن منتخب قطر مع لازاروني بشكل مختلف تماماً في الفترة الماضية الأمر يطبق كذلك على بيتر تايلور هذه محاولة عالية وخروجها في اعتقاد ما كان موفق من قاسم مرهان لكن الكرة تصل لعبد العزيز السريطي موجود الآن المحاولة لمحمد دار الزاق لعب الذي تعلق مع الأخوية وقاده للفوز في عامه الأول في بطولة دوري نجوم قطر في العام الماضي موجودة عن طريق خلف يا السلام يا السلام على خلفان أبراهيم خلفان المتعلق بالفعل والذي لا زال يواصل طريق لإبداع كرة موجودة هذه خطيرة في المكان السليم يا السلام مرور في الكرة الماضية ولكن مخدوعة وتعود الآن لإسماعيل عبدالطيف الذي يحاول ويتقدم وكرة يا السلام عن المرور للبحرين إسماعيل عبدالطيف المتقدم من الأمام ومعاب لالا محمد والكرة تذهب بعد ذلك إلى بربة مرمى مع المطالبة محرينية في مدود الكرة الماضية إلى خطة وهذا ما حدث ستة وثلاثين دقيقة إلى الدقيقة سبعة وثلاثين أيها السيدات والسادة عشاق الكرة الخليجية في تصفيات كاس العالم في المجموعة الخامسة المباراة الخامسة حتى الآن والمباراة الخليجية مئة بالمئة بين العناب القطري والأبيض البحريني ولا زالت الأمور عند التعادل ما بدون أهداف حتى هذه النحوة السيد لازروني على طاري برشلونة كنا نتكلم عن برشلونة طبعاً برشلونة وكواردي ولا كواردي ولا يعرف قطر حق المعرفة لأنه لعب في الأهل القطري العميد ولديه بعض الذكريات الجميلة وعلى ذكر أيضاً الكرة الإسبانية لحن اليوم نتكلم عن إسبانيا ونتكلم عن روسيا لأن روسيا موجود أيضاً فرناندو هييرو المدير الرياضي في نادي ملق الإسباني حاضراً أيضاً وحقيقة التقيت اليوم في الفندق يتحدث هذا الرجل بإعجاب كبير ويقول تركت قطر لاعباً حقيقة مع الريان وعندما عدت بعد ذلك بسنوات شعرت أن قطر تقدمت سنوات سن طويلة على مستوى البنية التحتية هذا الرجل حاضر هذه الأيام أيضاً بدعوة من المؤتمر الكبير هنا في مؤتمر أيضاً إسبانيا شوط أول أيها السيدات والسادة بدون أهداف لكن بعمل جيد وبلقاء خليجي مئة بالمئة حتى الآن الكرة عالية ملعوبة قاسم برهان في الكرة الماضية وصف للموجودة من جانب حكم المبارات الياباني ميتي مورا التعادل وين يودي المبارات وين يودي الفريقين حسابات الفريقين فيما لا لو حدث التعادل التعادل يرفع رصيد قطر إلى تسع نقاط ويرفع رصيد منتخب البحرين إلى ست نقاط وتبقى جولة واحدة فيها البحرين ستستضيف أندونيسيا في المنامة في فبراير القادم يعني إذا الله عطانا وياكم طولة العمر ففي فترة طويلة جدا من حقيقة الفترة الزمنية متبقية ما بين المبارات الخامسة في المجموعات وآخر جولة من التصفيات بالتالي أكثر من شهرين تقريبا ثلاثة أشهر فترة طويلة جدا من العمل ومن حقيقة أن تتحسن الأمور عند المنتخبين لكن لو كان فيه تعادل قطر بتسع نقاط وعندها مباراة صعبة جدا مع إيران في طهران لكن ماذا عن فارق الأهداف حتى ما قبل هذه المباراة عندنا زائد خمسة للعنابي القطري على مستوى فارق الأهداف وعندنا ناقص أربعة للبحرين يعني البحرين بحاجة إلى لو تعادلت اليوم خلنا نتكلم عن حسابات سيناريو ربما يكون موجود لكن يعني بعد ثلاثة شهور تعادل في مباراة اليوم تسع نقاط للعنابي كما ذكرت ستة لمنتخب البحرين لو فازت البحرين بحاجة إلى كم حتى تعدي قطر هذا فيما لو قلنا بأن العنابي مثلا سيخسر في إيران في طهران أمام إيران حسابات معقدة جدا لكن العنابي بالإمكان أن يحسم أموره اليوم مثلا لو فاز يكون عند 11 نقطة لا تستطيع البحرين أن تصل إلى هذا الرصيد في المباراة الوحيدة المتبقية وبالتالي حسابات حاضرة عند الجانب العنابي القطري وحسابات كذلك عند المتخب البحريني والمباراة حتى هذه اللحظة أيها السيدات والسؤال لا زالت حتى الآن بدون أهنا تصفيات كاس العالم وفي تصفيات كاس العالم تقابل ست مرات سابقة وهذه المرات السابقة ست مرات سابقة في تعادل كبير جدا في تصفيات كاس العالم مرتين فازت قطر مرتين فازت البحرين ومرتين تعادل ست أهداف لقطر في تصفيات كاس العالم وخمس أهداف للبحرين في مرات العنابي ونحن الجماهير البحرينية القادمة من المنامة ومن المحرق ومن كل مكان ومن الرفاع طبعاً قادمون في غيافة قطر عند أهلهم عند أخوانهم عند حقيقة عن سابهم يعني الكل يعلم حقيقة طبيعة الحلقات الخليجية الخليجية المتينة الرأس خمد سنوات وسنوات طويل نحن شعوب في منطقة قريبة متقاربة فينا يجمعنا المصير الواحد ويجمعنا النسب ويجمعنا العائلات العائلات أنت في كل مكان في الإمارات عند أهل في قطر والكويت عند أهل في السعودية والبحريني لديه أهل وأصدقاء في عمان وبالتالي مباراة اليوم في طريق تصفية كاس العالم شايف الكرة الماضية الشوطة الأول من المباراة عند دقيقة 42 أيها السيدات والسادة ونازلت الأمور حتى الآن عند التعادل السلبي بدون أهداف في لعب بحريني طايع في أضيئة ملعب سلامات إن شاء الله وعندنا سيد لازلوني شوف ما أدري شوف قصة الكرة القطرية مع حراس المرمى المدربين حراس المرمى قطر والسد القطري مع حارس مرمى نادي بينارول ومنتخب الأورقواي سابقا سيد خورخي فوساتي المدربة الذي توجه معه سد بعد عام 89 بطلا للأندية الأسيوية أبطال الدوري وبالتالي المشاركة في بطولة أندية العالم هو أساسا حارس مرمى لازلوني كذلك حارس مرمى وبالتالي الآن يعني القطر يقول إذا كان حارس مرمى قد قاد سد للفوز بأكبر القارات على الإطلاق فلما لا هذا مدرب أبطال العالم السيد مارشلو لبي متابعة مشاهدة مراقبة استمتاع في هذه الأجواء الآن الجو في أوروبا برد خلاص لكن الأجواء في النوحة في الخليل أجواء مثالية للغاية عندنا محاولة موجودة محمد إسماعيل القطري الأبرز في الشوطة الأول خلفان أبراين خلفان قرور ليونس علي لكن مباراة تكتيكي يغلب عليها الطابعة تكتيكي أكثر من أي شيء آخر ربما على مستوى الفرص ما شاهدنا فرص كثيرة في الشوطة الأول ربما الفرصة الوحيدة المثالية كانت لداود سعد اللعب البحريني الذي تقدم وكاد أن يسجل لولا القائم الأيسر لبرمى قاسم برهان معاعد ذلك فإن مباراة كما نشاهد يعني محصورة تقريبا في خط الوسط في شوط المباراة الأول هذا هو السيد لازروني ورمي التماسة موجودة وصافرة على وجود خطأ لمنتخب قطر قطر مصنفة عالميا في المركز الثاني والتسعين بينما البحرين مملكة البحرين مصنفة عالميا في المركز مئة واحد عالميا وسيد لازروني الذي جاء للخليج في بداياته مدربا لفريق الناشين بنادي الوحدة الامراتي في أواهل الثمانينات ولم يغادر بعد ذلك إلا عندما تم استدعاءه إلى أن يكون مساعدا لنادي فرامينغو البرازيلي يعطي التعليمات وحيي ما تغير كثير يعني من الثمانينات حتى اليوم ربما كان بهذا الجسم بهذا الوزن بهذه بهذا الطموح الكبير وعندنا ضربة حرة مباشرة لمنتخب القطر الدقيقة الأخيرة من المباراة في الشوط الأول كرة ملعوبة ملعوبة بالرأس من جانب كسولة كسولة محمد كسولة في الكرة الماضية وضع الكرة الموجودة بالرأس وحاول وشوف الكرة ملعوبة سليمة بالرأس تلعب بهذه الصورة لكنها إلى خارج أرضية المنعب شوط أول جيد على مستوى الأداء غابة الأهداف لكن الإثارة موجودة مرة أخرى والحضور الحاضر اليوم لا شك أنه حتى الآن يتفاعل ويمني نفس البحريني وده بهدف والعنابي القطري وده كذلك بهدف ولا زالت الأهداف مستعصية حتى الآن من جانب لعبية الفريقين كانت في محاولة من جانب اللعب حسين علي الأمامة ملعوبة وموجودة منقولة سريمة تصل لإسماعيل عبداللطيف خطير هذا اللعب لكن تصدد في إبراهيم الماجد وصلت الآن إلى رجل المباراة أبراهيم خلفان والكرة إلى فوز عائش ومرأة أخرى إلى محمد رزاق يا السلام على المرور في الكرة الماضية مر وتقدم ولدينا وقت محدثة بدل ضايع ربما يقدر الآن بدقيقة واحدة فقط على زمن الشرطة الأول ربما الآن ربما الآن محاولة يونس علي سدد الكرة الماضية ولكن عند حارس المرما الحارس سيد محمد جعفر سيد محمد جعفر يبدو لي بأن الشرطة الأول من المباراة سينتهي بالتعادل السلبي وستكون ربما يعني سيكون التعادل السلبي السادس الذي يجمع البلدين الشديقين قطر والبحرين في مجمل لقاءاتهم كما ذكرت تعادل السلبي أول جمع البلدين عام 86 بكاس الخليج في المنامة في البحرين وكان آخر تعادل سلبي بين الفريقين قبل هذه المباراة في تصفيات هذه البطولة المؤدية إلى مونديال الجنوب أفريقيا 2010 الصافرة اليابانية تاتي أيها السيدات والسادة والنظرات من سيباسياو نزروني المدرب البرازيلي ومن بيتر تايلور والنظرات من جانب عبد العزيز السريطي وبقيث لعبي شوط المباراة الأول في لقاء خليجي مئة بالمئة ولكنه برسم تصفيات كاس العالم المؤهلة إلى البرازيل 2014 أيها السيدات والسادة تعادل السلبي بدون أهداف الأكيد أن هناك حديث كبير بين بيتر تايلور ولعبي وبين السيد لازروني ولعبي لشوط ثاني منتظرا يكون أكثر ثاني منطلق أو سينطلق بعد لحظات قليلة لا يبدو أن أحد المنتخبين أجرى أي تبديل وبالتالي المنتخب البحريني الضيف يلعب بتشكيل شوط المباراة الأول اللي فيها سيد محمد جعفر صالح عبد الحميد محمد حسين حسين بابا داود سعد ومحمد راكا وعبد الله عمر وعلي عبد الوهاب فوزي عايش ومحمد الطيب واسماعيل عبداللطيف تشكيلة للمدرب الإنجليزي بيتر تايلور ونظرات من جانب الحكم الياباني السيد يوتي نيتي مورا يستعيد أيضا لأن يعلم بداية الشوط الثاني في مباراة اليوم في الجانب القطري صاحب الضيافة والملعب ملعب جاسب الحمد أيضا لا يبدو أن لازروني حتى هذه اللحظة مع أن الكابتن أبراهيم خلفان كان يطالب إدخال سوريا إلى عرضية الملعب لكن قاسم برهان في المرمى حامل إسماعيل إبلال محمد ماركوني أميران محمد كسولة يونس علي إبراهيم الماجد مسين علي عبد العزيز الصليطي وخلفان إبراهيم خلفان ولدينا محمد رزاق تشكيلة شوط المباراة الأول للبحرين وتشكيلة شوط المباراة الأول لمنتخب دولة قطر والشوط الثاني من المباراة يبدأ الآن وطبعا الشوط الثاني لا شك أيضا مثل ما كان الحال في الشوط الأول هي مباراة حاسمة بكل المقاييس التعادل يبقي بصيص الأمل للبحرين لمنتظار المباراة السادسة والأخيرة في هذه المجموعة لكن فوز القطر إن حدث اليوم فهذا يعني بأن الأمور أصبحت واضحة وبأن إيران وقطر معا إلى الدور الحاسم في تصفيات كأس العالم ولا زال الحلم القديم المتجدد أن تصل قطر وأن تصل البحرين إلى كأس العالم هي أمنية الشعبين الشقيقين عندنا ضرب حرة مباشرة لقطر طبعا التبديلات ستأتي لا شك في ذلك لكن لم تأتي مع بداية شوط المباراة الثاني كرة ملعوبة الأمام الكرة تحولت إلى عبدالله عمر في الجهة اليمنى دائما مبدح هذا اللاعب وحقيقة لدينا محاولة موجودة الآن والكرة ملعوبة ومنقولة ومنتخب قطر يبدأ الشوط الثاني من المباراة كما نشاهد في عملية ضغط واضح على لاعب المنتخب البحريني على ماسك الكرة حاف أو من يحصل على الكرة في جانب المنتخب البحريني حسين بابا إلى حمد راكع لأمام لعب الرفاع طبعا حمد راكع عند الكرة الآن ويلسلها في الجهة اليمنى إلى عبدالله عمر ومرة أخرى من إسماعيل عبداللطيف وفي خطأ موجود بالفعل لمنتخب مملكة البحرين والخطأ على إبراهيم الماجد الشاب الصغير الذي حقق إنجازا مع بقية نجوم السيد القطري حلو أنك تكون بطل لأكبر قارة في العالم حلو أنك أيضا تروح تلعب في بطولة أندية العالم والتراجي التونسي كذلك ينضم إلى السيد فريقين عربيين وأذكر الكل بأن بطولة أندية العالم بحول الله تعالى حصريا عبر الجزيرة الرياضية في يناير القادم من عام 2012 هنا محاولة موجودة الشوت ثاني من المباراة منتظر من جانب المنتخبين معا أن تكون الصورة مختلفة وأن تكون الطموحات كذلك واضحة للهجوم في أشوض الثاني حامل إسماعيل تقدم الآن يرسل كرة الأمام باتجاه محمد رزاق خطيرة والكرة ملعوبة وخطيرة وسيد محمد جعفر تدخل في الكرة الماضية وأبعد خطورة كانت واضحة جدا لمنتخبي قطر عالي وللأمام شوت ثاني من المباراة كل شيء في الملعب يعطي للفريقين وللمنتخبين حافز كبير جدا على الإيجادة وإبداع اليوم الجو ممتاز أرضية الملعب غاية في الروعة الأجواء كلها حلوة رئيس برشلونة حاضر السيد روسيل مدرب إيطاليا بطلة العالم 2006 السيد مارشيلو اللي بي حاضر ضيوف حاضرين ومستمتعين بهذه الأجواء وبالتالي هذه كلها عوامل محفزة جدا مشجعة جدا للعب كرة القدم لأنه يشاهد الملايين عبر شاشات التلفزيون يلعب في بطولة وفي تصفيات تؤديه وتصل به إلى بطولة هي أمية كل لاعبي كرة القدم في العالم الوصول إلى أكبر بطولات كرة القدم على الإطلاق وهي بطولة كاس العالم ولذلك كل هذه العوامل المشجعة المحفزة للفريقين للمنتخبين للـ 22 لاعب الحاضرين في مباراة اليوم هنا محاولة في الجهة اليمنى عن طريق عبدالله عمر الكرة موجودة بالمناسبة آخر سبع مباريات أما بين المنتخبين القطر ما فازت على البحرين هنا محاولة موجودة الآن كرة منعوبة ولدينا محاولة لحمد راكع التزديد الموجودة والكرة إلى خارج منعب لكن في تهديد مباشر من جانب منتخب مملكة البحرين آخر سبع مباريات آخر سبع مواجهات جمعت البلدين حقيقة عندنا ثلاث حالات فوز للبحرين وأربعة عادلات ولاحظوا التبديلات قادمة في جانب المنتخب البحريني في مباراة اليوم فوز قطر الأخير على البحرين يعود إلى عام 2004 بهدفين نظيفين ودية في الدوحة هذا كانت مباراة ودية لكن آخر فوز رسمي للمنتخب القطري على البحرين في 2002 بهدف نظيف في كاس الخليج بالمملكة العربية السعودية بالتالي ربما الآن عشر سنوات يعني صار قطر متفوز على البحرين رسميا وحتى على المستوى الودي من سبع سنوات لأن آخر فوز كان يعود إلى عام 2004 كما ذكرت آخر سبع مباريات وهذه المباراة الثامنة في ثلاث حالات فوز للبحرين وحتى الآن خمس تعادلات بمباراة اليوم بالتالي المنتخب البحريني تاريخيا عند أفضلية وأيضا التاريخيا في آخر سبع مباريات ومباراة اليوم ثامنة أيضا يملك الأفضلية لأنه لم يخسر أمام شقيق العناب القطر في ضرب حر مباشرة والضربات الحر المباشرة والكرات الثابتة عموما لاحظ حالة الترقم من جانب الجماهير البحرينية في خطة على حامد إسماعيل ضرب حر مباشرة موجودة في مكان جيد وعندنا الآن البحرين بالكرات الثابتة ممكن ممكن هذا فوزي عايش للأمام يرسلها خطيرة وقفت كل الجماهير البحرينية لخلف مرمى قاسم برهان الكرة الماضية خطيرة ملعوبة وألافة وماشية وبالرأس أيضا في الكرة الماضية أعتقد من محمد حسين أعتقد أنه أي نعم أي نعم من المميز تماما من محمد حسين كاد أن يسجل ولحظ هنا رد الفعل السيد لازروني لأنه يشعر بأن الكرات الثابتة بأن البحرين تصل البحرين تصل البحرين كادت أن تصل إلى الشباق في شوط الأول لو لا الكرة اللي ارتدت من القائم الأيسر لداود سعد والبحرين كذلك تصل وتهدد وتتوعد قطر في ملعب داس بن حمد في شوط المباراة الثانية السيد لازروني ونظرات الخوف الآن بدأت تظهر بوضوح محمد حسين صاحب الكرة الراسية الخطيرة الماضية حسين بابا يرسل لكرة أمامها ملعوب الآن وحتى الآن المباراة بلا تبديلات لكن ألاحظ بأن عملية الإحمام من جانب لعبي المنتخب البحريني هي الحادثة الآن وليس من جانب المنتخب القطري نعم هناك بعض عمليات الإحمام من جانب المنتخب القطري لكن أعتقد أن أول من سيقوم بالتبديل ربما كان الجانب البحريني عن طريق إنجليزي السيد بيتر راتايلو قطر لا تخسر أمام البحرين في نوفمبر ونحن اليوم في نوفمبر والبحرين والبحرين لا تخسر أمام قطر في آخر سبع مباريات وحتى الآن لا تخسر أمام قطر في المباراة الثامنة وبالتالي بين هذا وذاك وأمنيات الوصول إلى الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم محاولة موجودة خلفان إبراهيم خلفان ينطل كرة أمام للسريط بالفعل خلفان مرة أخرى يتقدم بالموهبة وبالمراوغة وبالسرعة يحاول والكرة الماضية تصدفي عبدالله عمر من خلال هذه المحاولة بحرينية الآن يتقدم عبدالله عمر لمنتخب البحرين ولكن مكتوعة من إبراهيم الماجد بشكل جميل تعود الكرة في وسط الملعب حسين علي نقل الكرة لحامل إسماعيل ولكنها مكتوعة وهذه خطيرة لفوز عائش هذه خطيرة في المكان الخطير لكن أكثر من لعب قطري موجود في الكرة الماضية وخطيرة موجودة من جانب أيضا إسماعيل عبداللطيف الكرة الماضية إلى خارج الملعب إلى ضربة مرمى مرة أخرى خطورة البحرين هي الأفضل وهي الأبرز ولاحظ الكرات يعني حتى على مستوى التزديد يعني نشاهد المنتخب البحريني أكثر تزديدا وتشعر أن البحرين ربما أكثر رغبة يعني يعني ما يلعب على احتمالات بعيدة شوي أنا أولا بعيدة كبيرة يعني بعيدة بعيدة كثير مو شوي لأن كما ذكرت يعني فارق الأهداف يصب في مصلحة قطر فيما لو تكلمنا عن السيناريو اللي تكلمنا عنه في الشرط الأول إن اليوم في تعادل ست نقاط للبحرين تسع نقاط لقطر المباراة الأخيرة للبحرين ربما في المتناول لكن كم سيسجل من الأهداف وبالتالي لا يريد لازروني أن يذهب إلى طهران في فبراير القادم من عام 2012 وهو ليس في وضعية مريحة وبالتالي هكذا الأمور الآن تدور ولا زالت عملية الإحماء كذلك من جانب لعبية المنتخبين كما نشاهد الآن سوريا يجري عملية الإحماء ومعظم لعبية المنتخب القطري وكذلك الأمر عند لعبية المنتخب البحريني حضور كبير في مباراة اليوم الكرة موجودة لإبراهيم الماجد مرور في الكرة الماضية وخطأ لا والله إبراهيم الماجد إبراهيم الماجد يعني 12 نقطة لإيران 8 نقطة لقطر 5 نقطة لبحرين لا شيء من النقطة لأندونيسيا هكذا هكذا هو الحال في المتموعة الخامسة ونحن أيضا الآن في المباراة الخامسة لهذه المدموعات الخامسة وعندنا محاولة موجودة كرة عن طريقة اللعب بالفعل ينقلها بشكل جميل لخلفان إبراهيم خلفان تعود الآن لحامد إسماعيل يتقدم لعب العربي سابقا لعب الريان الحالي وخلفان إبراهيم خلفان لعب السد والكرة بالفعل ملعوبة لمحمد رزاق يعني ربما من المباريات القليلة اللي أنت تشوف فيها منتخب دولة قطر لا يصل إلى المرمى بجملة تكتيكية واضحة يعني عبر شوطي المباراة كسولة في خط الوسط أداء جيد لهذا اللعب المناسبة في مباراة اليوم والبعض يقول يعني إذا أردت الإيجادة من كسولة أبعد عن منطقة الجزاء لأن أخطأه يعني في الجزء الأخير يعني لا شك أنها تكون ما بعد خط الدفاع إلا حارس المرمى وبالتالي ما بعد خط الدفاع إلا الشباك ولكن في خط الوسط اليوم يلعب لعب ارتكاز يؤدي بشكل جيد بالفعل هذا هو اللعب محمد كسولة عندنا محاولة جائعة قائمة الآن لأمام صالح عبد الحميد والكرة إلى فوز عايش اللعب الذي يشكل خطورة مع عبدالله عمر في مباراة اليوم عالية ملعوبة خطيرة لكن تبعد كذلك من جانب إبراهيم الماجد تعود الخطورة للبحرين ويعود المنتخب القطري للحفاظ على حقيقة التعادل الحادث حتى الآن أحسين بابا عالية وللأمام ملعوبة إبعاد الكرة في الكرة الماضية وتصل أيضا إلى قاسم برهان حارسة مرمى هذا ماركوني أميرال اللعب الذي يدين كما قال في الصحافة القطرية إلى السيد حقيقة لازاروني يعني قال بأن لازاروني أعاد اكتشافه مرة أخرى اللعب الذي عندما جاء إلى قطر بدأ في نادي الشمال وبعد ذلك انتقل ولعب في نادي الغرافة ولكنه الآن يتألق مرة أخرى ويعود ليلعب مع المنتخب القطري عن طريق البرازيني السيد سيباسياو لازاروني محاولة في وسط الملعب عن طريق حسين علي نقل الكرة للأمام الآن وعن طريق اللعب إبراهيم الماجد وقطر الآن في حالة هجوم على مرمى المنتخب البحريني ينتظر المؤازرة اللعب بالفعل حسين علي وتأتي المتابعة من جانب محمد إسماعيل ولكن متابعة ممتازة من جانب البحريني فوزي عايش نقل الكرة الأمام الآن صافرة وخطأ وفي أندار حاضر على لعب المنتخب البحريني أعتقد أنه محمد راكع في ألا محمد حسين محمد حسين طبعا 68 مباراة دولية هذه المباراة التاسعة والستين يعني مباراة الجاية الدولية ستكون رقم سبعين لمتخب مملكة البحرين لكنه حتى أن ما سجل ولا هدف مع متخب بلاده الدفاع البحريني اللي كان حقيقة يعني مع عبدالله المرزوقي مع الأسماء الكبيرة الحاضرة أيضا يعني الشقيقان محمد حبيل وعلى حبيل السيد محمد جعفر هذه الأسماء حقيقة لا شك أنها قدمت الكثير لكرة القدم البحرينية الآن عندنا جيل ربما آخر يأتي لأن يستمر في طريق الإبداع ولو أن البحرين يعني حتى الآن لازالت بلا بطولة يعني كل دول الخليج حققت بطولة كاس الخليج على الأقل التقدير باستثناء مملكة البحرين مع أن البطولة الأولى لدورات الخليج ظهرت في البحرين في أوائل السبعين محاولة موجودة كرة تبعدنا الشوط الثاني من المباراة عند الدقيقة تسعة وخمسين بدون التبديلات على مستوى الفريقين لكن كرة خطيرة ملعوبة للأمام إلى عبدالله عمر لازالت خطيرة ونازال أن ينتظر المساندة والمؤازرة والكرة بالفعل ملعوبة الأمام ولكنها تبعد وتعود الآن لمتخب قطر القطر الآن يطلب كرة سريعة يطلب كرة سريعة الأمام والسرعة الآن موجودة لخلفان إبراهيم خلفان المنطلط بالفعل لمحمد رزاق يرسل كرة الآن كرة ملعوبة وموجودة ومنقولة محمد رزاق ينتظر المساندة موجودة في خط الوسط الآن ومحاولة من السليطي سدد الكرة الماضية وتصل عند حارس المرمى البحريني المتميي سيد محمد جعفر حارس مرمى المحرك طبعا وعندما أقول المحرك فالمحرك تاريخيا قدم أسطورة المرمى البحريني والخليجي وربما العربي كذلك الكبير حمود سلطان هذه المباراة الخامسة والأربعين لسيد محمد جعفر والتبديلين تبديلين دفعة واحدة في جانب البحرين المنتخب البحريني الآن سيجري تبديلين دفعة واحدة في هذه اللحظات عند دقيقة 60 تقريبا على زمن الشوط الثاني في مباراة اليوم هذا محمد رزاق وكما تحدث الكابتن أبراهيم خلفاني أنه يلعب وحيدا عندنا هذا اللعب البحريني بالفعل سامي محمد سامي محمد ما كان محمد الطيب سامي محمد 22 سنة هذا اللعب الشاب الصغير وعندنا أيضا داود سعد اللي كان بالإمكان أنه يسجل أول أهداف المباراة يترك مكانه لعبدالله فتاي أيضا عبدالله فتاي المحترف في نيوشات السويسري لا والله المحترف في سويسرا هو عبدالله عمر لكن عبدالله فتاي عبدالله فتاي بالفعل موجود في نادي الجهرة الجهرة الكويتي وبالتالي يدخر الآن وسامي محمد سامي محمد عبدالله فتاي التبديلان دفعة واحدة في الجانب البحريني لازالت قطر مع لازراني بدون أن تجري التبديل وكرة خطيرة موجودة والمحاولة القطرية الماضية للاعب المنتخب القطري في الكرة الماضية لم يكتب لها النجاح حسين علي تقدم من أمام تبعد وبالتالي إلى ضربة مرمى لكن شوط ثاني على ما كان عليه الحال في الشوط الأول يعني الحماس موجود من جانب المنتخبين معا هذا هو اللاعب المتقدم في الكرة الماضية اللاعب حسين علي اللاعب الجيش أيضا في دورة قطر هذه في ثورة الآن في كرة القدم القطرية من الأندية الحقيقة الجديدة على الساحة القطرية يعني لخويا سنة أولى بطل لدوري نجوم قطر والجيش الآن في عامي الأول يقدم مستويات مميزة في الكرة القطرية وهذه ظاهرة صحية لا شك في ذلك لأن حقيقة هنا محاولة موجودة من محمد رزاق تعود إلى عبد العزيز السليطي وبكل روح رياضية حلوة 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 اللقطة الماضية من عبد العزيز السليطي لأن محمد حسين عندما استدت الكرة القوية فيه بالتالي إبعاد الكرة الماضية إلى خارج الملعب وعندنا هذا اللاعب محمد موسى لاعب الأخوية محمد موسى لاعب الأخوية ربما كان البديل الأول للمدرب البرازيلية السيد لازراني شايف محمد حسين حسين علي حسين علي لاعب الأخوية حسين علي لاعب الأخوية حسين علي شارك في المباراة الأولى الماضي عفونا أمام أندونيسيا مباراة الأربع على شيء ما بدأ اليوم حسين علي وبالتالي بديل اول في المباراة ربما الكبتن الكبير ابراهيم خلفان كان ينتظر دخول سوريا لكن البديل هو حسين علي لاعب لغوية مع جمال بالماضي مكان مين مكان هذا اللاعب حسين علي يترك مكانه في المباراة الان واللاعب الذي يدخل مكانه هو حقيقة هو محمد موسى ايضا يلعب في الاخوية اذا خروج لاعب المنتخب القطري ولاعب خط الوسط ودخول اه بالفعل دخول اللاعب محمد موسى اللي هذه المباراة هي النولية الثامنة في مشواره في مباراة السعودية حقيقة اه شوط الاول اه بدون اهداف والعراق سجل التعادل في مباراة امام الاردن في عمان وبالتالي اليوم يعني اليوم مليء باللقاءات العربية العربية العرب اه ضد الدول اه ضد دول شرق اسيا والعرب ضد اه بعضهم البعض في مباريات اليوم عندنا محاولة مرور جميل لخلفان ابراهيم خلفان نقل الكرة في المكان السليم لمحمد موسى البديل في اللحظات الماضية عرضية موجودة وابعاد من محمد حسين ورسال الكرة كذلك من صالح عبد الحميد في الكرة الماضية تعود لحامل اسماعيل بالكعبة من جانب كسولة لابلال محمد خلفان ابراهيم خلفان يا السلام على نقل الكرة وحامل اسماعيل في المكان السليم عرضية كانت عالية بعض الشيء والمتابعة من جانب السليطي عبد العزيز السليطي الذي يحتفظ بالكرة ويعيدها الان للخلف وحاولة قائمة الشوطة للاثاني من المباراة عند الدقيقة الاربعة وستين ستة وعشرين دقيقة اخيرة على عمر وزمن هذه المباراة تكون مثلاً بدون اهداف يبقي فارق النقاط الثلاث بين قطر والبحرين ويكون المستفيد الاول هو المنتخب الايراني اللي عند 11 نقطة بعد الفوز اليوم في جاكرتا على اندونيسيا باربعة اهداف لهدف واحد وبالتالي يعني ما كان منتظراً يحدث ان ايران تجمع حقيقة نقاط المباراة اليوم لكن ماذا عن الفريقين اللي امامنا الان وامامهم خمسة وعشرين دقيقة وفي برور جميل وفي كرة منعوبة الامام وعندنا صافرة وعندنا خطى في مكان خطير خطى في مكان خطير الياباني يحتسب ضربة حرة مباشرة لمنتخب قطر في مكان جيد هذه لو كان فابيو سيزر مثلاً موجود كان ممكن فابيو سيزر لانه عند قدم يسرى غاية في الروعة لكن فابيو سيزر غير موجود اه في مباراة اليوم مين ممكن يكون مثلاً في جانب منتخب قطر والله ممكن خلفان ابراهيم ممكن عندك مثلاً ابراهيم الماجد ممكن لانه يملق قدم يسرى ممتازة لكن الخيارات ممكن تكون موجودة ماركوني اميرال مثلاً ممكن لانه اشاهد انه موجود كذلك لكن الاقرب للكرة خلفان ابراهيم وابراهيم الماجد وبالتالي ضربة حرة مباشرة تأتي وزيد محمد جعفر مباراة الدولية الخامسة والاربعين لمملكة البحرين في التراقب بحاية دفاعي بحريني منتظر ان يكون الان لان الضربة الحرة المباشرة تماماً يعني مواجهة للمرمى على بعد تقريباً 24 متر من مرمى المنتخب البحريني وابراهيم الماجد وخلفان ابراهيم خلفان من يكون الخيار على من يكون الخيار هل تكون بالقدم اليمنى اذا كانت كذلك فهي راح تكون لخلفان ابراهيم خلفان واعتقد ان خلفان لانه مرح بعيد يعني مرح بعيد ما تراجع بعيد هو يناظر الان هو يراقب الان بالتالي ربما ربما حالة من التراقب في المدرجات ضربة حرة مباشرة مرسول الان واما ويسدد بالقوة من جانب ابراهيم الماجد اصطدد في دفاع المنتخب البحريني تعود قطر الان لان تكون الافضل بعد بداية في بداية شوط المباراة الثاني الافضلية كانت واضحة وصريحة لمنتخب مملكة البحرين في بداية شوط المباراة الثاني هكذا الحال يعني سجال يعني ما نشاهد مثلا افضلية واضحة لفريق لفترة زمنية طويلة بل ان الافضلية يعني نسبيا يعني هذا الفريق لا يستحوذ لازرون يتابع يراقب يشاهد في مباراة اليوم بدون هداف حتى الان النتيجة مسمرة عبدالله فتائي في الكرة الماضية وخطيرة على مرمى منتخب دولة قطر لكنها تذهب الى خارج هرضية الملعب هذه المباراة تحمل رقم 91 لقطر في تصفيات كاس العالم عندها 40 حالة فوز التاريخي تاريخي 19 تعادل 31 خسارة 136 هدفا سجلتها قطر في كل مشاركاته في تصفيات كاس العالم وشباك قطر اهتزت في 93 مناسبة تاريخيا بينما هي المباراة التاسعة والسبعين لمملكة البحرين في تصفيات كاس العالم عبر كل التاريخ 27 حالة فوز 24 تعادل و27 خسارة و85 هدفا سجلت و83 هدفا كان عدد الاهداف التي سجلت في مرمى المنتخب البحرين عبر التاريخ في تاريخ لقاءات البحرين في تصفيات كاس العالم هذه المباراة حتى الان الثامنة على التوالي التي لا تشهد فوزا قطريا على البحرين كما ذكرت آخر فوز 2004 وديا وآخر فوز رسمي في الرياض 2002 في بطولة كاس الخليد وبالتالي افضلية للبحرين في المواجهات الاخيرة كما هي افضلية البحرين بيتسح على تفوز مقابل سبعة تاريخيا في ثلاثين مباراة حتى الان وهذا التعادل الحادث الرابع عشر الذي يجمع الشقيقان المنتخبين القطري والبحريني عند الاحسين بابا عالي وللأمام ملعوبة والكرة بالراسة موجودة لكن الشوط الثاني اكثر اثارة يعني رغبة المنتخبين تبدو واضحة عالي منعوبة وقاسم برهان حاضرا في الكرة الماضية عند قاسم برهان يعني شوف القانون يتحدث على انه لو تعادلوا فريقين بفارق النقاط في النقاط اولا فارق الاهداف هو اللي يتكلم كلمة الاولى اللي فارق الاهداف النقطة الثانية من اللي سجل اكثر بمعنى لو تعادلوا مثلا لو كان زائد ستة للقطر وزائد ستة للبحرين لكن يقولك لا قطر سجلت او ثلاث عشر هدف بينما سجلت البحرين مثلا احد عشر هدف لا الافضلية لمنتخبي المنتخب اللي سجل اكثر عدد من الاهداف النقطة الثالثة بعد ذلك اذا كان في تساوي في فارق الاهداف وفي من سجل اكثر من الاهداف يروحون لمواجهات الفريقين المباشرة طيب مواجهات الفريقين المباشرة الان في تعادل سلبي في المنامة في بداية التصفيات وفي تعادل سلبي اليوم ايضا يعني رايح جاية التعادل بدون اهداف والتعادل يحدث كما ذكرت سيكون السادش بين المتخبين بدون اهداف تاريخيا عندنا ضرب حرة مباشرة موجودة وفوز عايش على التنفيذ والكرة تذهب ارضية وتصل الان قوي خطوره الله الله حلوة ملعوبة حلوة ملعوبة من صالح عبد الحميد في الكرة الماضية ولكن هل تصل شوف يا السلام على قاسم برهان على قاسم برهان ردة فعل خيالية والكرة موجودة محمد موسى الكرة في الكرة الماضية هو اخطى في المرة الاولى ولكنه بعد ذلك صلح الاوضاع في المرة الثانية ومحمد حسين بكل ثقة في مباراة الدولية التاسعة والستين بقميص المنتخب البحريني يعيد الكرة الى حارس سامن مع سيد محمد جعفر شوت ثاني جميل شوت ثاني ايضا تسمر فيها الاثارة من جانب الفريقين والسليطي الان يتقدم لقطر عرضية موجودة خطيرة موجودة الكرة الماضية في كرة خطيرة كانت ولكن دفاع المنتخب البحريني يحضر بتألق عن طريق عبدالله فتاي عندنا عبدالله فتاي وعندنا عبدالله عمر حاضرين لكن عبدالله عمر بدأ المباراة لعب نيوشاتل السويسري بينما لعب الجهرة الكويتي عبدالله فتاي يدخل في اشط ثاني في مباراة اليوم مع سامي محمد في المقابل فان موسى محمد لاعب الاخوية هو البديل الوحيد حتى هذه اللحظة عند المذرب البرازيلي لمنتحب قطر ومرة أخرى خلفان إبراهيم خلفان يا سلام يا سلام على المرور وفي انذار في الكرة الماضية على حسين بابا والكرة في المكان الخطير مرة أخرى لكن يا لها من أيام يا لها من أيام يعيشها بتألق كبير المميز خلفان إبراهيم خلفان كنت أتحدث مع الوالد مع الكابتن الكبير الجميل الخلوم إبراهيم خلفان عن ما سمعناه في الفترة الماضية عن العرض المقدم من نادي النصر السعودي حقيقة ولا زال يعني ولا زالت الفترة كما يقول الكابتن الكبير إبراهيم خلفان يعني وارد مثلاً ويريد بقلة جديدة تحدي جديد ثقافة جديدة في كرة القدم حقيقة يتحدثون عن عرض مقدم من نادي النصر السعودي ولا أحد يعلم كيف تذهب الأيام وكيف تفعل الأيام في قادم الأيام لكن فيه تركيز كبير من جانب خلفان في هذه الأيام مع المنتخب القطري ومع المنتخب القطري تحديداً في مباراة أندونيسيا في جاكرتا يا لها من مباراة ويا لها من هنف في تلك المباراة ضربة حرة مباشرة محمد رزاق سدد الكرة الماضية ولكن بهذه الصورة إلى خارج الملعب إلى ضربة مرمى هذا محمد رزاق اللعب الذي تعلق مع الأخوية وقاده للفوز ببطورة النوري القطري في عامه الأول مع المدرب الجزائر الكبير الجمال بالماضي ولاحظ يعني وكأنه يعني يتحدث عن التمديل هذه إشارة تغير يعني بدل لكن لا زاله لزروني حتى الآن يؤمن أن يلعب بمهاجم صريح فقط وليس بي اثنين ونزالنا سوريا يتابع المباراة واقفاً كذلك يعني طبعاً حسابات المشجعين غير حسابات المدربين مشجع وده فريقه يهاجم وده فريقه يعني يصل بكثافة عددية المدرب عند حسابات خاصة كرة ملعوبة وخطيرة للأمام ولكن مرت في متابعة موجودة العراق الآن تقدم على الأردن بهدف ثاني العراق يتقدم الآن في عمان على المنتخب الأردني اللي خلاص يعني ضمن رسبياً أنه يتآهل إلى دور الحاسم وبالتالي هذه النتيجة تؤكد بأن الأردن والعراق الأردن والعراق مع الأردن مع المدرب العراقي عدنا نحمد والعراق مع المدرب البرازيلي الكبير السيد تيكو ولدينا مدرب برازيلي آخر كبير سيد لازاروني وعندنا مباراة تستمر بإثارة كبيرة بالفعل عشرة ألاف خمس أمية وتسعة أشخاص حاضرين الآن في ملعب استاذ جاسم الحمد وكرة ملعوبة ولكنها إلى خارج أرضية المدرب عشرة ألاف وخمس أمية وتسعة أشخاص هذا هو الحضور منهم روسيل رئيس ناري برشلونة منهم مارشيلو لبي مدرب إيطاليا بطلة العالم في مونديال 2006 وقد أصبحت دولة قطر الحقيقة وقد أصبح لقطر حضورا واهتماما وأصبح الحاضرون يأتون الآن ويشاركون في المؤتمرات وينظرون بإعجاب كبير إلى البلد الذي كسب الرهان وفاز بشرف استضافة مونديال العشرين الثنين وعشرين هذه الأيام أيضا يتحدثون عن ملف قطري مغري للغاية إلى اللجنة الأولمبية الدولية من أجل استضافة أولمبياد عشرين عشرين عندنا محاولة موجودة الآن كرة منعوبة إلى فوز عايش اللعب يقدم مباراة ممتازة بالمناسبة وعندنا محاولة من حمد راكع والكرة تذهب إلى صالح عبد الحميد الذي يحاول ينقل كرة أرضية للأمام إلى عبد الله فتاي تعود الآن لقطر ومرتدة وسريعة وموجودة لمحمد رزاق خطيرة لكن سيد محمد جعفر كان هو من أبعد الكرة الماضي براسة إلى محمد حسين شوطاني أجمل فعتقادي أجمل من جانب المتخبين والغائب الأبرز حتى الآن في مباراة اليوم هي الأهداف ما عدا ذلك فإن ما يقدم من قطر وما يقدم من مملكة البحرين يستحق التحية والإعجاب حتى هذه اللحظة حمد راكا صالح عبد الحميد اللعب الذي يسدد كرة ممتازة لو لتألق قاسم برهان عندنا محاولة موجودة لإسماعيل عبداللطيف ومكتوعة من جانب موسى محمد وتصل الآن إلى حقيقة محمد حسين حسين بابا تفاهم كبير لهذا الثنائي في مركز قلب الدفاع عند المتخب حقيقة ومحاولة موجودة وعندنا انطلاقة في الجهة اليمنى عن طريق عبدالله عمر لحظات كلما اقتربت المباراة من خط النهاية نحن الآن على بعد 14 دقيقة من الوصول إلى خط النهاية كلما كان الخوف عند الجماهير والكرة ملعوبة ولكن قاسم برهان مرة أخرى لديه البرهان شايف؟ أكثر تهديداً أكثر رغبة أكثر إصراراً ولاحظ هنا في خوف في ترقب وفي أكرة فيها أيضاً حالة تسلل على محمد رزاك لازالت حالة التساؤلات عند الجماهير القطرية في المدرجات أو في الخلف الشاشات التلفزيون يعني يتسألون ما هو السر عند لازروني لماذا لا يفكر لازروني في كرة خطيرة موجودة في المكان الخطير وكرة خطيرة خلفان إبراهيم خلفان كان وكان قريباً جداً من الوصول إلى زيارة أولى لأشباك في الكرة الماضية ولكن تصدي كبير جداً من سيد محمد جعفر سيد محمد جعفر كرة جميلة جداً من جانب محمد رزاك إلى خلفان إبراهيم خلفان الكرة بالفعل في المكان السليم محاولة موجودة كرة ملعوبة الآن لإبراهيم الماجد لخلفان إبراهيم خلفان لمنقولة للأمام جميلة إلى السريطي عبد العزيز السريطي الكرة تصل بعد ذلك عند الحارس المتعلق سيد محمد جعفر هنا محاولة موجودة عالية والأمام من أفوز عايش يعني كلما اقتربت المباراة من خط النهاية كلما كانت المحاولات أكثر وكلما كان كذلك الإجهاد عند لعبي المنتخبين يعني مباراة فيها جهد بدني كبير جداً عن طريق عبدالله عمر الآن نقل الكرة الأمام لأمام سامي محمد ولكنها منطولة ومغطوعة وعادت الآن إلى خلفان إبراهيم خلفان يا السلام على المرور 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 الآن كرة موجودة وملعوبة والمدافع المدافع صالح حد الحميد إلى برب ركنية شوف يعني خلفان إبراهيم خلفان يعمل كل شيء في المباراة ولو قدر له أن سجل الهدف من اللعبة السهلة الماضية لربما حصل على العلامة الكاملة شوف هذه الكرة التي تصدى لها سيد محمد جعفر حالة الفراد واضحة لكن يحسب الحارس البحريني المتعلق سيد محمد جعفر أنه كان في الموعد في إبعاد الكرات الماضية أقل من 12 دقيقة وين تروح الأمور الموجة تود المنتخبين على ضفاف الخليج وين هل تكون الأمور عنده التعادل ويكون التعادل رقم 14 ورقم 6 بدون أهداف في مجمل لقاءة العنابي والمنتخب البحريني أم أن منتخب من المنتخبين يخطف لهدف الآن في هذا التوقيت الصعب وإذا جاء هدف وسجل هدف فبالتالي المنتخب اليسجي ليصعب من مهمة المنتخب الذي تستقبل شباك هدف في ما تبقى من وقت المباراة ونحن نتحدث عن 11 دقيقة بالتمام والكمان كرة من عم الآن صالح عبد الحميد إنحمد حسين لكن في فترة طويلة ما بين هذه المباراة وآخر مباراة في التصفيات يعني نتكلم عن التقريب المنتصر في براير في تبديل ثالث قادم من جانب المنتخب البحريني البحرين اللي رح يدخل رينجو الآن رينجو طبعا بالقدم اليسرى القوية ممكن ممكن يفكر فيه أنه يختف لمن ضربه حرة مباشرة من تسديد من خارج منطقة الجزاء وبالتالي حسابات وفيه انذار في الكرة الماضية فيه انذار على إسماعيل عبداللطيف على ما يبدو حسين بابا هو اللاعب الذي رح يترك أرضية الملعب وفيه جانب المنتخب البحريني وعبد الرحمن محمود عبد الرحمن رينجو هو البديل وبالتالي يعني خروج مدافع دخول اللاعب وسط لديه نزعة هجومية النواية الإنجليزية لمدرب المنتخب البحريني السيد بيتر تايلور الواضحة هذا هو رينجو اللاعب الذي يعني عادة ما يتميز بالقدم اليسرى المرعب جدا وقد سجل هدفين في مرمى أوزباكستان في مشوارها النولي مع المنتخب البحريني رينجو بالقميس رقم 13 عنده 45 مباراة دولية هذه المباراة السادسة و40 وعنده 6 هداف كما ذكرت من الهداف الستة عنده هدفين في مرمى المنتخب الأوزباكي هنا محاولة موجودة محمد موسى أصبح الآن ظهير أيمن وتقدم على ما يبدو حامد اسماعيل نعم يعني بالتبديل محمد موسى اللعب لخوية أصبح ظهير أيمن مكان حامد اسماعيل حامد اسماعيل تقدم أكثر إلى خط الوسط ربما لإعتماد لازروني على سرعة هذا اللعب طبعا في التقدم الأمام محاولة قطرية من مرتدة الآن وصلت إلى خلفان إبراهيم خلفان يعني لا شك أنه القطر الأبرز في مباراتي اليوم خلفان إبراهيم خلفان محاولة إلى فوز عايش لكن إجارة كبيرة اليوم من جانب لعبيه المنتخب البحريني إجمالا في المبارات ككل البحرين أفضل على مستوى الفرص وعلى مستوى التسديد وعلى مستوى حقيقة الرغمة في مباراتي اليوم وعندنا الآن 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 الدور على اسماسيا سوريا شوف كل الحضور الآن يتفاعل مع دخول سباسيا سوريا إلى المبارات مكان محمد رزاق مكان محمد رزاق يعني هو أيضا اعتمد على مهاجم صريح واحد فقط وبالتالي كل شايف كل الحضور في مكانة كبيرة لسباسيا سوريا طبعا لعند الجماهير القطرية معه هذا اللعب توجد حقيقة قطر بطلة لذهبية دورة الألعاب الأسيوية في هذا الملعب في 2006 وقبل ذلك 2004 أيضا توجد قطر بطلة لكاس الخليج أيضا في هذا الملعب ملعب البطولات كما يعرف عند الجماهير القطرية ولاحظ الحضور المترقب في دقائق الأخيرة أمامنا الآن أقل من ثمان دقائق بدون أهداف محاولة عالية من العوب الآن بعد الكرة وصلت إلى سوريا إلى خلفان أبراهيم خلفان تعود إلى صالح أبد الحميد الضغط على حامل الكرة موجود بالفعل وتصل إلى خلفان أبراهيم خلفان يا لها من مباراة لخلفان أبراهيم خلفان في الجانب القطر مساء اليوم ملعوبة ومنقولة إلى السليط يا عبد العزيز مرور في المرة الأولى المتابعة من عبد الله عمر والكرة تصل إلى صالح عبد الحميد للأمام محاولة قائمة الآن عن طريق البحريني المتقدم علي عبد الوهاب ابعاد الكرة كذلك من كسولة والكرة عند حامد إسماعيل وطالت ووصلت الآن إلى محمد حسين المتابع اللعب الذي يقدم مباراة غاية في الروعة محمد حسين طبعا محمد حسين الكل يعلم بأنه يلعب في أم صلال ولو أن أم صلال هذه الأيام لا يقدم أداء جيدا في دور نجوم قطر هذا والياباني نيتشو مورا ولاحظ هنا عبد الله كوري حاضرا كذلك ومتابعا ومراقبا ولا شك أن قلبه ينبض بأن تكون الأمور لقطر في مباراة اليوم عبد الله كوري واحد من صناع الإنجازات القطرية في السنوات الماضية على مستوى المتخب وأحد اللاعبين المميزين مع السيد كذلك أيضا بطل أندية آسيا والفريق الذي سيمثل الكرة الخليجية والعربية مع الترجي كما ذكرت في بطولة أندية العالم هنا محاولة قائمة الآن الكرة ملعوبة ومنقولة وموجودة لأمام إلى رينجو بالقدم اليسرى عالية وللأمام الكرة إلى ضرب وركنية على ما يبدو لصالح منتخب مملكة البحرين في تبدين ربما قادم أن يكون علي عفيف علي عفيف أنا شاهدنا موسى محمد لعب الأخوية شاهدنا بعد ذلك لعبنا للقطر ومنتخب قطر ولاحظنا أيضا اللاعب الغايب عن مباراة اليوم ويسام ريسو الذي أصيبه في المباراة النهائية لبطولة أبطال آسيا عالية موجودة خطيرة تبعد في الكرة الماضية لا زالت خطيرة لا زالت خطيرة تبعد الآن في الكرة الماضية لكن في ضغط بحريني موجود في ضغط بحريني موجود الآن في هذه اللحظات ونشت أكرم أيضا لعب الوكرة القطري أو لعب عفوا للأخوية القطري الآن لعب الوكرة في العام الماضي سجل الآن هدف العراق الثالث في مباراة الأردن والعراق في عمان هذا يعني بأن الصين خلاص الصين ليس لديها طموح وليس لديها أمل لأن المركزين الأول والثاني لأن شامة ولأسود الرافدين ولدينا مديل في الجانب القطري الآن 85 دقيقة خمس دقائق أخيرة التعادل بدون أهداف التعادل السادس بدون أهداف في مجمل لقاءات البندين التعادل رقم 14 في لقاءات البندين من أصل 30 مباراة حامد إسماعيل يترك الملعب للاعب رقم 11 في الجانب القطري بالفعل وهو اللاعب الحاضر لقطر في هذه المباراة حسن الهيدوس حسن الهيدوس لعب نادي أسد كذلك هذه المباراة الدولية الرابعة مع العنبي لا زال يبحث عن هدف الدولي الأول مع المنتخب القطري حسن الهيدوس خارج الملعب هو داخل الملعب إلى ضربة حرة مباشرة لحظات أخيرة ترقب كبير ضربة حرة مباشرة موجودة البحرين أفضل إجمالا يعني كم الفرص المتاحة والتزديدات وهذه المحاولة من ضربة حرة مباشرة وقاسم برهان أبعدها والتزديد موجودة وتصطد في الكرة الماضية وتعود كذلك لمنتخب البحرين اللي هاجم تماما هاجم تماما والمنتخب القطري يدافع بشكل واضح وصريح لإبقاء نقاط الثلاث كما هي قبل آخر مباريات هذه التصفيات كرة موجودة ملعوب الآن محاولة موجودة والتزديد من جانب اللاعب المنتخب البحريني في الكرة الماضية عن طريق فوزي عايش فوزي عايش يعني الآن ربما السؤال في الشارع الرياضي البحريني عند الجماهير المتعطشة يعني لماذا لم تقدم البحرين هذا الأداء في جل المباريات وتحديدا يعني أمام المنتخب الإيراني مثلا عندما سقطت بالستة يعني فارق الأهداف كما يعلم الكل قد يقول كلمته لكن مباراة ممتازة للبحرين حتى الآن رغم التعادل بدون أهداف وكرة ملعوبة عالية وللأمام الخطيرة موجودة ونازالت ولكن وصلت الآن للمنتخب القطري وترسل عالية وللأمام عند سيد محمد جعفر حارس مرمى بالفعل يتعلق بشكل لافت في مباراة اليوم عودة السباسيا سوريا محاولة من أجانب صالح عبد الحميد تعود الآن للمنتخب القطري وتعود الآن مرة أخرى لأمام للمتقدم كذلك في الكرة الماضية علي عبد الوهاب مغتوعة لصالح المنتخب القطري ربما مرتدلا حسن الهيدوس ولكن ضائعا شوف حالة لازروني لو في كمرة الآن على لازروني مع كل كرة قطرية ضائعة وكل كرة كانت في قطر أصبحت للبحرين حالة للبرازيلي لازروني بدون أهداف كرة موجودة وملعوبة وكرة تبعد الآن للأمام البحريني طالب يخطر في الكرة الماضية والياباني نيجي مورا هذا بيتر تايلر كما ذكرت قطر لا تخسر أمام البحرين في نوفمبر هذه المباراة الرابعة ثلاثة عادلات حتى الآن وفوز قطري واحد عندما يتقابل الشقيقان في هذا الشهر في نوفمبر والبحرين لا تخسر أمام العنابي في آخر ثمان مباريات رسمية وودية وبالتالي في نوفمبر لا يخسر العنابي آخر ثمان مواجهات لا تخسر مملكة البحرين التعادل في مباراة اليوم حتى لا انحادث ولا أحد يعلم ولا أحد يستطيع أن يتوقع ما الذي تحمله الدقيقة ونص الأخيرة المتبقية على زمن هذه المباراة عندنا محاولة موجودة كنا مكتوعة الآن من جانب محمد كسولة مباراة ممتازة لعلها واحدة من أفضل مباريات كسولة اللي اليوم مبكسول قطر اسمه كسولة محمد كسولة لكنه لاعب مجهود اليوم وافر جدا خطأ لصالح المنتخبة نين عم كسولة والمخرجة مننا بعدين محمد موسى أو موسى محمد لكن كسولة بالفعل هو اللاعب الذي عرقل في الكرة الماضية عالية وللأمام أقل من 40 ثانية متبقية على نهاية الوقت الأصلي لمباراة اليوم قطر والبحرين بدون أهداف وعندنا أربع دقائق شايف أربع دقائق وقت محتسب بدل ضايع على ما تبقى من وقت لهذه المباراة أو الوقت المحتسب بدل ضايع لأن الوقت الأصلي للمباراة باقي عليه 20 ثانية وكل من في الملعب لا زال في الملعب ما في ولا شخص ولا شخص خادر الملعب حتى الآن وهذا يعني بأن الإثارة مستمرة حتى اللحظات الأخيرة بل إنها ستستمر ولن تتوقف إلا بإصافرة يابانية قادمة من يوجي نيتي مورا شايف هذا هو عبدالله عمر مباراة أخرى جيدة للاعب ناني من يوشات السويسري وأربع دقائق كما ذكرت وقت محتسب بدل ضايع يتمنى هذا البرازيلي السيد لازراني أنها تذهب وتنتهي وتنقضي وتنجلي تذهب وتنقضي وتنجلي وتنتهي وتكون بعد ذلك الصافرة ربما تأتي برد وسلاما على المدرب البرازيلي لازراني لأن التعادل كما ذكرت يبقي فارق النقاط عنده ثلاث ويحيل كل الأمال إلى الجولة الأخيرة إلى فبراير 2012 إن شاء الله تعالى كرة منعوبة الآن تبعد تعود إلى سباسيا سوريا خلفان إبراهيم خلفان القطر الأبرز على الإطلاق في مباراة اليوم صافرة وخطأ وطبعا بذكاء أيضا خلفان إبراهيم خلفان لأن كسب بعض الثواني في هذا التوقيت الآن لأن المنتخب البحرين يريد الآن وكون منعوب الآن للأمام منقول من خلفان إبراهيم خلفان عند مطلق الحرية أنه يتحرك كيفما يريد كيفما يشاء وبالتالي هذه واحدة من العوامل لتخلي هذا اللاعب أنه يقدم أفضل ما لديه في كرة القدم أفضل لاعب في آسيا قبل سنوات قليلة من الآن وبطبيعة الحال لا شك أنه فيه مباراة اليوم في المباراة الماضية سجل هدفين عنده ثلاث أهداف في التصفيات عالية وللأمام إبعاد الكرة من محمد حسين تعود الآن إلى حمد راكع فوزي عايش كل لعبي المنتخب البحريني للأمانة يعني قدموا مباراة كبيرة جدا فوزي عايش مرة أخرى نقل الكرة لإسماعيل عبدالطيف المتابع من كسولة ويتقادم للأمام ولكن مغدوعة من حسن الهيدوس للعنابي الآن وصلت إلى خلفان إبراهيم خلفان المباراة في الثواني الأخيرة في اللحظات الأخيرة الكرة موجودة وملعوب الآن لحسن الهيدوس رمي التماس لقطر وبالتالي تذهب المباراة ربما أقرب إلى التعادل أقرب إلى التعادل ما أدري اليوم رئيسنا لبرشلونة عينه على مين ممكن والله على خلفان خلفان والله حلم حلم جميل خلفان مع ميسي في برشلونة ممكن خلفان مع ميسي في برشلونة وعبر الجزيرة الرياضية يكون هذا الحلم الكبير هذا الحلم الجميل لكل اللاعبين الحاضرين مين ما وده أنه يلعب في أكبر أندية العالم وكما ذكر تصفيات كاس العالم عندما تصد إلى كاس العالم تكون أمام أعين كل العالم وأمام أعين كل مدربي العالم لكن الآن لدينا مباراة ربما آخر صفحات آخر أوراقها تكتب الآن تنقضي الآن ربما في اللحظات في الثواني القليلة القادمة عند تعادل بدون أهداف كرة موجودة للأمام من عبدالله فتايل مكتوعة وتصل إلى حسن الهيدوس وتعود مرة أخرى إلى فوز عايش وصافر على وجود خطأ يا لها من لحظات الصعبة للغاية الآن على اللاعبين المنتخبين البحرين الآن يدعو والقطري الآن أيضا يدعو ولا شك أنها لحظات صعبة جدا حكم المباراة يذهب مسرعا للإطمينان على اللاعب قطري طايع في أرضية الملعب وهو محمد كسولة وبالتالي كيف تذهب الأمور عند صافرة حكم المباراة الياباني ضرب حرة مباشرة موجودة ربما آخر الفرص المتاحة في مباراة اليوم لأنه ما عاد في الأمور الآن ما عاد في الوقت وقت متبقي وكرة عالية من إسماعيل عبدالطيف خطيرة موجودة للأمام كرة خطيرة موجودة التزديد قائمة والإبعاد للمنتخبين لازالت خطيرة نعم لازالت خطيرة عالية وللأمام موجودة ولكنها إلى ضرب ركنية ولاحظ أن السيد محمد جعفر حارس مملكة البحرين يتقدم الآن للأمام كل المنتخب البحريني في منطقة جزاء المنتخب القطري وبالمقابل كل القطريين في منطقة جزاهم والكرة موجودة والمحاولة لصالح عبد الحميد تذهب بهذه الصورة ربما إلى نهاية المباراة نعم إلى نهاية المباراة أيها السيدات والسادة جاءت صافرة النهاية وانتهت المباراة المثيرة وانتهى دربي من دربيات الخليج المثير بين قطر ومملكة البحرين بالتعادل الذي حدث في المنامة في بداية التصفيات يحدث اليوم وبالتالي بيتر تايلور يناظر يشاهد يراقب لكن الأمور انتهت وفارق النقاط الثلاث يبقي بصيص الأمل للبحرين ويبقي الأمل الأكبر لمنتخب دولة قطر أذكر فقط بأن المباراة الأخيرة في هذه المجموعة قطر ستسافر وسترحل إلى طهران لمقابلة المنتخب الإيراني بينما تستقبل مملكة البحرين أندونيسيا في المنامة في مباراتين تحددان مصير أحد هذين المنتخبين الخليجيين الشقيقين بدأت بالقبلات بالقبلات وبالحب وبالسلام وتنتهي كذلك أيها السيدات والسادة بدون أهداف في مباراة اليوم التعادل الرابع عشر بين قطر وبين البحرين والتعادل السادس بدون أهداف في مجمع لقاءات البلدين